سؤال عكسي بقى عايزة اسألهوليك احنا كلمنا من شوية عن الاكلات اللي من شأنها انها تضمر جهاز المناعة هل العكس موجود هل في اكلات معينة بجد بالدعم جهاز المناعة بصفة خاصة الجهاز ده اه طبعا الخضار كله يعني الخضار السلطات كلها الياف وفيتامينات ومع المكسرات مهم جدا المكسرات مهم جدا المكسرات اه بس ما ناكلش كيلو ونقول مهم هم حب يعني في اليوم ده دعم للطاقة جامد جدا في اليوم اتنين كاجو على اتنين لوز حلوين جدا السامن ليش السموكت اللي هو المطبوخ السمك السلامون هايل كدهون صحية وداعم للأوميجا وداعم الرياضيين بيهتموا دائما بأكلوا بعد الجيم جدا جدا اللحوم الدواجن مهمة صدور الفراغ تحديد طبعا الدواجن مهمة جدا لان فيها فيتامينز ومينرالز اللحوم مهمة عندك لان اللحوم فيها الحديد احنا محتاجين حديد السبانخ المشروم مهم جدا المشروم مهم جدا فيه كالسيوم فيه حاجات كتيره توافع بالمناسبة المعادن والفيتامينز الموجودة في الاكل يعني لو احنا مثلا انا هقولك اي ارقام كده بس عشان اقرب وجهة النظر انا مش فاهم طبعا بس لو افترضنا ان مثلا المالتي فيتامين الفلاني سواء ألف مالتي بيت او غيره مثلا مثلا فيتامين كذا اللي فيه نسبته كذا هل النسبة دي ممكن احصل عليها بالكامل من خلال اكل صحي ولا مهما اكلت هحتاج لدعم من المالتي فيتامين او المكمل الغذائي احنا ممكن نعمل تحليل فيتامينز يعني كل الفيتامينز ليها تحليل اعتقد معادة الماغنيسيوم لان الماغنيسيوم بيبقى واحد في المية بس في الدم الباقي ببقى في الانسجة والعضلات لكن كل الفيتامينز ليها تحليل لكن انا على طول بقول لو اي حد بتفرج علينا عمل تحليلات طبيعي طبيعي وانا منهم بتلاقي نقص فيتامينز كثيرة جدا مهما حاولت تاكل اكل صحي بتلاقي نقص فالفيتامينز او المكاملات الغذائية او مالتي فيتامينز تركيزه عالية جدا في فيتامين معين ده بيبقى تحت يعني بيبقى مع الدكتور انه بيدي له التركيز العالية قوي 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 دي لانه محتاجها جدا شهر شهرين زي ما الدكتور بيقول وبعد كده لازم يكمل على فيتامينات تركيزها معقولة كلايف ستايل ومش مدرة وهتدعم لي صحتي ومنعتي وهتدعم لي طقتي وسحة بشتي وشعري للستات كمان نقدر ندعم صحة بشتي ومشعرهم بالمكاملات الغذائية اللي تركيزها تنفع ان انا امشي بيها لايف تايم